في خضم التصريحات المتبادلة بين الرئيس التركي رجل طيب أردوغان ومنافسه المباشر في جولة لعادة الانتخابات الرئاسة كما كليتشدار أوغلو وإقحام السوريين في المشهد الحالي وزير الداخلية سليمان صويلو يخرج بتصريح جديد معتبرا أن أهالي حلب جزء من الشعب التركي حديث صويلو جاء في مقابلة مع قناة مئة تيفي مشددا على أن حكومة بلاده لن تجعل من البلاد مستودعا للاجئين لكن في الوقت ذاته لا يمكنها إرسال من سماهم الإخوة السوريين إلى الموت مع وجود فرصة لإرسالهم إلى المناطق الآمنة على حد تعبيره مؤكدا أنه سيتم بناء 240 ألف منزل لاستقبال مليون سورية في تلك المناطق شمال سوريا تصريح صويلو حول حلب جاء في خضم الكلام عن مطالب المعارضة بترحيل اللاجئين السوريين معتبرا أن معظم السوريين الذين لجأوا إلى تركيا هم من محافظة حلب قائلا إن حلب ضمن حدود ميثاقنا الوطنية أي إن هؤلاء هم شعبنا أعتبار صويلو أن حلب ضمن ميثاق تركيا الوطني وما يحمله من أبعاد سياسية وأمنية خطيرة يتعارض مع ما كشفه رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل حاليا أحمد داود أوغلو قبل نحو عامين أن حكومة بلاده تخلت عن مدينة حلب عام 2016 ما سمح للروس باحتلالها وتهجير سكانها والتسبب بموجة ثالثة كبيرة من اللاجئين في بلاده مقابل إطلاق يد تركيا في شمال سوريا والسماح لها بتنفيذ عملية درع الفرات في العام ذاته